انا بقول في مدربين في النادي الاهلي ونادي الزمالك تستحق انها تمسك الاهلي وزمالك بسهولة جدا وبشرط وحط تحته 100 خط ان انت تساعدهم على النجاح مش اي هزة ان انت تمشيهم خلي بالك برضو عشان برضو الحق يقال ان مدربين الزمالك اقصر حظا من مدربين النادي الاهلي في تولي نادي الزمالك يعني انا كاتب مثلا من ميدو مؤمن سليمان خالق جلال قبلهم محمد حلمي اه اذا كان هما بياخدوا فرص في الزمالك اكتر ما مدربين الاهلي بياخدوا فرص في النادي اه حتى حتى احمد عباسود خدمت شيء تلات ماتشات متحتها بعدي خدمت شين وسامنا به اوعى تفتكر لو ماتش واحد وسامنا به خد اوعى تفتكر ان ماتش واحد انت بتمسكه النادي الزمالك ده شرف لأي مدرب ده شرف لأي ونقل لأي مدرب اتفق معك طبعا فالنادي الاهلي برضو في الحتة دي هو بيعتمد على مع كامل احترامي طبعا للمديرين الفنيين وعلى اعلى مستوى لكن في مدربين دلوقتي في مصر في النادي الاهلي تصحق انها تمسك في مدربين في نادي الزمالك تصحق انها تمسك طب اضرب لي كده مثلا كابتل خلد بالناس مدربين من نادي الاهلي شاف انها تمسك يعني دلوقتي احنا شايفين علي مار بيعمل حاجة حاله قوي بقال له سنتين اكيد احمد سامي اعماد النحاس جيه فترة كان مع المقولين ماشي كويس جدا ايوب والله بيحول جمد فيه سوق ده يعني فيه ناس بتشتغل في الجيل اللي هو طالع فيه ناس بتشتغل انا بسا خايف انسى اسامي لكن هما دولة يمكن اللي موجودين على الساحة اذا ليه ده تتفق مع المقولين المدرب في مصر مظلوم ده مش مظلوم وصوصا في الانديك كبير لا 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 مش مظلوم هو ما بياخدش اصلا حقه في اي حاجة اشتركوا في القناة